اشتركوا في القناة عنوين صحيفة الأخبار وزير المال يطلق مسار التجديد لرياض سلامة مش دقيق بس يمكن التجديد أو التمديد رغم أنه عم بتم تناوله بشكل كتير كبير بالأوساط السياسية وبالصحف كمان بس هذا الشيء بعد الأوساط المتابعة بتأكد أنه مش تخدوه أنه أمر محسوم خصوصا أنه 3 تربيع القصص اللي عم بتصير هي بإطار التهويل لا أكتر ولا أقال تهويل بالعقوبات تهويل سياسيا تهويل على سعر صرف الليرة استقرار الوضع المالي بس هذا كله تهويل نتيجته مش ضروري تكون تمديد أو تجديد نشوف على كل حال القوى السياسية كيف رح تتصرف مع هذا الملف خصوصا أنه عنوان بالنسبة للبعض هو عنوان ضغطة أساس جايين على العقوبات جديدة وهلا عم بشوف العقوبات الجديدة هل رح تطال مثلا هنا عم بقوله حلفاء حزب الله ولكن الحلفاء مين يعني هل ممكن تطال مثلا رئيس مجلس النواب نبيه بره رغم مكانته السياسية ما نعرف هون الأسئلة كتيرة والتجربة مع العقوبات الماضية بتخلينا نعرف نتيجة تهويل الجديدة صح تقدم كبير نحو النسبية مع علامة استفهام باعتقد أن النسبية هي أكتر الطروحات اللي الكل عم بيحاولي ذكية ولكن نشوف الضابط أكيد النسبية مطلب بس بدنا نشوف الضابط للنسبية والدواير وعدد الدواير وتقصيمها ومش تخصيص دايرة معينة ما حدا يقرب عليها تكون تغرد خارج سير بالتقصيمات نشوف الصوت التفضيلة هلأ كمان هيدا عم يصير عليها كتير نقاش مولدات الكهرباء المافيا أقوى من الدولة هون كمان وجهة نظر ما بعرف قديش قريبة من الواقع يعني بتعرفي نظرية المؤامرة عطول اللبنانية عايشين فيها هلأ مثل مع مين حكة بالسالونات بالسالونات حديث السالونات وحديث الشارع أنه هلأ رجعت تنقطع الكهرباء لأنه أصحاب الموتيرات عم يضغطوا من جديد لأنه اشت الفاتورة هيدا الشهر كتير واطئ ندلنا بأخبار السالونات أكيد وزارة الطاقة هي واعية لكل هيدا المواضيع اللي عم بتصير وإذا في شي منه أكيد الحل رح يكون موجود الجمهورية لبنان والمنطقة ينتظراني قمم ترامب الجيش على الحدود الشرقية ومبارح اللقاء اللي صار عصفورية عشور عصفورية بالنسبة لأنون الانتخاب يبدو هيك لأنه في لويح شطب وقفين بالصف صح ولوية حدهم بين نبيه الأول وجبران الرابع كمان بإشارة مفروض لأنون الانتخاب لأنه رئيس نبيه بره أقدم أنون واحد الصورة لازم يحطوا الرئيس بره مع الوزير باسين تسع سنوات سجنا لشبكة داعشية خططت لفتح منفذ بحري وتشلسي بطل الدولة الإنجليزية الممتاز ننتقل إلى صحيفة البلد رياح النسبية تلفح القانون وارتياح لتسلم الجيش الجرود وبالصورة أيضا ضمن نقاش اللي صار بين رئيس الحكومة وقائد الجيش حول الوضع الحدود هجوم الرقة بداية الصيف واستكمال عمليات الإجلاء البابا يحج إلى بورتيغال للتفاصيل تناولناها بآخر خبر الشرق تليفزيون وآخر زمن لم تستح ففعل ما شئت لعون الكعكة الحريري لن أوقف مصالح البلد والمواطن بسبب الخلاف مع حزب الله عون للتخلص من الكيدية والانتقام في السياسة وإسرائيل خرقت شبكة الهاتف اللبنانية واستشهاد شاب في رام الله نتقل إلى صحيفة الأنوار البحث بعملية انتشار الجيش بعد تطورات في منطقة عرسال عصان فارس في لبنان ويلتق المسؤولين اليوم وأيضا مدرعات أمريكية للمعارضة السورية استعدادا لمعركة الرقة عدوان دخلنا مرحلة العد العكسي لإقرار قانون الانتخابات قرصانة إسرائيلية لخطوط الهاتف في لبنان وترامب يهدد مدير مكتب التحقيقات المعزول بكشف تسجيلات إذا تحدث إلى الإعلام و57 ألف عائلة عراقية نازحة عادت إلى المناطق المحررة عبال عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا نوصل لديار الديار عنوانات زوار عون دورة استثنائية وقانون على النسبية والدوائر بين 11 و14 هدنة إعلامية والسياء الحريري من جملات السلسلة الشرقية بعهدات الجيش بفتكر قصة فتح دورة استثنائية صار أمر شبه محسوم تنشوف إذا القوى السياسية يعني ما تكون دورة استثنائية بس انفتحت لمجرد المجلس النيابي يجتمع لا لازم يكونوا اتفقوا على أنونت تنفتح الدورة الاستثنائية عودت دولة الرئيس الكبير عصام فارس إلى بلده لبنان وبلغ بحث وتحرن بحق المطرب عامر زيان العيون مفتوحة على قضية زيان هل تنتصر العدالة أم الوساطات شكلة قضية مهمة حاطينا بالصفحة الأولى نازم يكون عنا سقافة فنية أكبر يعني عامر زيان شو عامل؟ هل تنشوف شو عامل؟ يتهرب من الحضور إلى الشرطة القضائية ولأن عيون الرأي العام مفتوحة على هذه القضية وما إذا كانت العدالة ستتحقق أم أن الوساطات في هذا البلد بس شو عامل؟ قام المدعي بطهمة نصب والاحتيال في شكوى مقدمة من المغترب جوزاف طعم ضد عامل زيان بتهمة النصب والاحتيال لنشوف بالنهاية الكلمة للقضاء حزب الله يتسبب بعقوبة أمريكية على رئيسين عون وبر واستشهد فلسطيني معيك؟ يتسبب هو الأساس قال استشهد فلسطيني بعد مواجهة مع الاحتلال وزراء في جنوب إفريقيا يتضامنون مع الأسرى استمرار التضامن مع الأسرى الفلسطينيين أكثر من دولة ومنهم لبنان أيضا البناء الشيش السوري يتجه للحدود العراقية وواشنطن تستعد لساعات بدء حرب الرقة ناصر الله أعلن أن المهمة تمت فتسلم الجيش جبهة الشرق من حزب الله عون يحسم النسبية ويفتح دورة استثنائية ويمنح بسيل سلة من نزول عن التأهيلي يعني ما بعرف البناء ويمكن نسية حكي رئيس الجمهورية من يومين لما قال نحنا كلنا مع النسبية ولكن بحاجة إلى ضابط قد يكون التأهيلي أحد هالضوابط فكيف بيكون عم يعطيه سلة ومتى ينزله ما منعرف كاريكاتور هتلا نشوف هالسيارة مش عم تمشي سيارة النسبية لكن العدة كلها جاهزة لتركيب الدولية ولكن مش موجودين أصلا بصورة لتمشي سيارة النسبية تقدم تقنية تجاه النسبية أساس المشكلة تقنية مش المشكلة السياسية وعد هي مشكلة عد مواقع ومقاعد وفد تليفزيون ثلاث نقاط يطالب بحماية العاملين في العامة هيدا فيلم هندي على كل حال في قضية أسيرة جمانة يمكن ما أخدت حقها أالميا بس بإحدى الإذاعات المفترض عريقة وقديمة بالبلد كمان تم الاستغناء على موظفين لهم سنوات وسنوات ضحوا بهذه المؤسسة وبهذه الإذاعة بحجة أكيد الضائقة المالية وفي موظفين خفضوا لهم رواتبهم بعد كسب الاسم والدعوة أكيد بعد كسب الاسم والدعوة مية بالمية فما بعرف هنا يارات بيكون في شيء بيحميها الإعلاميين مش واحد بيضحي ب30 سنة و40 سنة من عمره وآخر شيء تكون نتيجته هيك والإهانة أنه يتخفض معه الشخص قدق له 20 سنة يمكن ما بعرف قداب السنوات واسم بالإعلام ومش هيك بتكون المكيفة مرح لمطرح مثلا الاستفادة المادية بمكاتب سياسيين أو غيره كان الشغل بحث إعلامي وتضحية وراء أكتر من مرحلة وحقبة فللأسف يعني هون من خفع حالنا إذا بدنا نقولها مش حالنا نحن شخصيا ولكن كجسم إعلامي ككل قدي عن جد هل قدي مصان هيدا الجسم وحقوقه بتضل هيك مع سنين تدريجيا لازم تعلى الرواتب مش تتخفض هك الحال يعني يمكن هيدا الشخص واللي صار به المؤسسة اللي عم نحكي عنا يمكن فيه تصفية حسابات سياسية بين هلالين للأسف الشغل هو اليوم المعيار بأي مؤسسة بيكون مش الأراء السياسية وعكل حال في حال فعلا كان فيه ضائقة مالية لش بيتحمل مسؤوليتها شخص أو شخصين بقلب هيدا المؤسسة فتحية لكل شخص مظلوم بهالإطار أكيد الأعلام هو رسالة منه هيك أخذوا عطا وحسابات مادية صح فاصل كاريكاتور فلصنا نكتفي بهالآن نحن عملنا كاريكاتور أكثر من الكاريكاتور بالصحف خلينا نروح لفاصل أخير بحلقتنا ومن بعد هالفاصل أكيد عندنا فقرات نوعة وضيوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر